اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاء من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على اهواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها مشتايم ومسبات وهان لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك الكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون بايشيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو مسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 و 53 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة 1 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و 10 دقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من اخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني اول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش راح تأثر علينا بالفترة القادمة او راح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج العقرب طبعا الشمس الان دخلت على البيت العاشر وهذا بيت السمعة فممكن يسبب لك كثير من الامتحانات الفترة هاي يعطيك شوية صعوبات على مستوى السمعة على مستوى العمل على مستوى علاقاتك مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن يجيب لك فرصة عمل بالفترة هاي واللي ما بيعمل ممكن يشتغل بالفترة هاي او ممكن يجيك ترقية في مكان عملك ولكن ممكن يحطك في امتحانات او صعوبات او يضغطك ببعض الامور اللي عشان تمتحن جاهزيتك هل انت جاهز ولا لا فعشان هيك بدك تكون مستعد اهمش انك ما تغامر وما تخاطر وما تدخل باشياء مشبوهة بالفترة هاي ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك اما بالنسبة لعطارد فهو موجود في البيت التاسع فهو بيخليك تنشط بامور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او علاقاتك مع اجانب بتكون جيدة ممكن اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بالفترة هاي بيبدعوا بشكل قوي ممكن تدخل تعلم لغة او ثقافي جديدة او دورة في مسألة معينة او تطور من قدراتك يعني الفترة هاي ايجابية بتساعدك بكثير من المسائل حتى على مستوى الاوراق القانونية بتكون لمصلحتك اما بالنسبة الى الزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثامن فهي شوي بتعطيك نوع من انواع القدرة على تنظيم الوضع المالي وخصوصا بالاموال المشتركة يعني القروض الديون البنوك ضريبة تأمين تخليص بعض الاشياء جمركيا بتهتم بامور الها علاقة بالاوراق المالية او بالاجراءات المالية يعني بشكل قوي جدا ممكن تحصل على ميراث او طالب بميراث لا الى او طالب بحقوق ومستحقات لا الى قانونية او مالية كنتم يعطيها لاشخاص وبالطالب فيها بالفترة هاي برضو بتكون لصالحك اما بالنسبة للمريخ طبعا موجود في البيت السادس فعشان هيك بيجيب لك توعكات صحية بشكل مفاجئ وبرضو بيضغطك على مستوى العمل بشكل كبير يعني بيجيب مشاكل عملية او بيعركس عليك بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل وبيخلي عندك عصبية عالية او حدية بالطباعة عالية جدا تخلق نوع من انواع التوتر بمكان عملك مع زملائك او رؤساك بالعمل او اعمال بتكون صعبة او برضو التقلبات الصحية اما بالنسبة لالجدي طبعا الجدي معروف انه يعني المشتري وزحل بلوتو الثلاثي بيتراجعوا فعشان هيك منقول لك اثناء قيادتك للسيارة على الطرق حاول انك تكون منتبه وحذر وبرضو انتبه اثناء حركتك من الاصابات ممكن الفترة هاي تحمل بعض الاعطال اللي الها علاقة بالسيارات او الكمبيوترات او الهواتف برضو بتخلي مزاجك عصبي شوي ممكن يصير فيه نفور او مشاكل او مشادات ما بينك وبين جار او ما بينك وبين اخ اما بالنسبة لنبتن نبتن موجود في البيت الخامس فهو بيخلي فيه نوع من انواع الشكوك بالاحبة او بعلاقتك بحبيب معين تشك باخلاقه بسلوكه الغيرة والشك والمراقبة طبعا الحبيب هنا مش مقصود بس حبيب العاطفي يعني حبيب العاطفي احد الابناء احد افراد العائلة او الوالدين برضو بتحملك نوع من انواع القلق عليهم مما انك بتتوهم انه عندهم امراض او بتخاف عليهم بالزيادة اما بالنسبة لأورانوس اللي موجود في البيت السابع فهو بيحدث مفاجآت على مستوى امور الها علاقة بالشراكة يعني بيخلي علاقتك او طبيعة العلاقة ما بينك وبين الشريك شريك المال اللي هو اللي بيشتغل معك او شريك العاطفي اللي هم الازواج بيخلي فيه نوع من انواع اما مشاكل تيجي بشكل مفاجئ وبرضو تنتهي العلاقة ما بينكم بشكل مفاجئ او بيجيب علاقة بشكل مفاجئ وبتتطور بشكل مفاجئ وبصير ارتباط او علاقة وثيقة ما بينكم بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك من تقلبات اورانوس اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعدراء فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن شارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهمش انك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة والعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون عندك واضحة وما بيجوز يعني انك تتجنب اخذ قرار بالفترة هاي من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان يعني في بيت متاعبكم تتراجع صحتكم وبينتابك شعور بالتعب والملل حاول انك تخلد للراحة وحاول انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد اي فترة فارغة من الحظ حل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر من البلبلة والالتباسات من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب انتو نشطون وحيويون وبينجذب لكم افراد الجنس الاخر بدروا لخطوة جديدة من شأنها انها الدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الاحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب بتنتظره فترة جيدة لا الفرح لخبر او لا انجاز معاملة بتنطلق بهم بمهمة طال انتظارها يعني ممكن جديد اشي جديد يدخل حياتك بالفترة من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس بتصير الفترة هاي فيها فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك حاول انك تكون عاقل في صرف الاموال بتهتم لمناقشة دعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة ايجابية مع التحقق يعني ممكن تحقق من خلالها ربح ما من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر انتقل للجدي وما بعد الجمعة طبعا بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل او تحصل على فرصة جيدة او فرصة جديدة مشاعرك بتكون في الفترة هاي قوية او ممكن تبرر موقف معين بتنشط بالتنقلات والاتصالات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة